اشتركوا في القناة وكنا في هذا الوقت في مرحلة الشباب كنا نلاحظ جهدا موفورا والعمل لصالح المحامون في كل الاتجاهات فعندما يستمر نقابي تلك الفترة ابتداء من الشباب حتى نقيبا لتلك النقابة لدورات متعددة فهذا مؤشر هذا المؤشر ينبئ عن نجاح في هذا العمل ورضا من وما فيش حد بيحوز الرضا الكامل من كل الناس في ناس مش راضي عن ربنا وما امنوش بيه ولكن الغالبية العظمى راضية وهذا يجعلني اقر حقيقة فاني لا اتحدث عن شمال القاهرة او القاهرة عموما ولكن كل مكان زهبت اليه في الآونة الاخيرة رأيت ان هناك الكثير من كانوا يعترضون على النقيب او على المجلس في بعض الموضوعات عندما فهموا الحقائق من خلال المؤتمرات واللقاءات وحديث حضراتكم لهم في حجرات المحامين او في اللقاءات الشخصية الطبيعيين علموا الحقيقة اما من هم موجهين او لهم وجهة نظر اخرى لن يجدي معهم الحديث وهم قلة وبالتالي انا انقل لمعالي النقيب والحضراتكم التحية من كل من قابلت فهم يقدمون لحضراتكم التحية العظيمة الموفورة لما قدمتموه لهم من خدمات لم تقدم من قبل فانا اعتبر ان هذا المجلس ان كان نقيبنا قد استمر في هذا المجلس سواء عضوا شبابا او عضوا عاديا او نقيبا فترة خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة ولكن ما حدث في تلك الدورة فهو حصاد حقيقي لتلك الفترة والفهم الحقيقي لما يحتاجه المحامون وما تحتاجه نقابة المحامين في عصرها الجديد حضرات السادة لقد قبليتم بلاءا حسنا وفي تلك الدورة بالذات لذا اسميها انها ام الدورات وان هذا المجلس رغم ما بزر فيه من جهت او من اجل ما بزر فيه من جهت فهو مجلس عظيم انجز انجازات لم تحقق على مدى مجالس طويلة فلكم الشكر من السادة المحامين الطبيعيين فهذا المجلس يعتبر ابو المجالس لما قدمه من جهد وعمل كما اشكر كل زملائي واشكر معالي النقيب على الادارة الحسنة لهذا المجلس ولملفات نقابة المحامين كما اشكر معالي النقيب لانه مكنني في الدورة الماضية من اعمال التنقية والتي كانت اساسا للعمل في التنقية في تلك الدورة وكان شغوفا لان تتم عمليات التنقية بالشكل الصحيح الذي لا يبقي في جداو النقابة المحامين الا من يعملون في تلك المهنة بالفعل حتى لا تضيع اموال المحامين لمن لا يعملوا في تلك المهنة والحمد لله وفقنا جميعا وعملنا صفا واحدا وانجزت ملفات عديدة كان لا يمكن ان تنجز ربما اقول اني سعيد لاني في وسط حضراتكم واطالب حضراتكم لمن لم يكن بالمجلس القادم ان يكون هناك تواصلا لاننا لمسنا في حضراتكم الود والحب والخلق القويم كما اني اعلن اني مع كل زملائي وساقدم لهم كل الدعم في اي مكان استطيع ان اقدمه فيه اما معالي النقيب لا يحتاج مني ان اقول اني ادعمه لاني على مدى اربعون عاما ادعمه وساظل ادعمه لانه هو من يستحق ذلك والسلام عليكم ورحمة الله